موسيقى 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 نفكر كتنسيقية بأننا نديروا شي رسالة يعني نوصلوا رسالة سواء ممكن بالفيديو ممكن بكتابتين عبر الصحافة ولكن ما نظن عندنا فرصة بأننا نتقابله معه كشخص يعني وجه لوجه فنستخدموا إما واحد التعريف بيننا كمسيحية المغاربة أو نوصلوا رسالتنا للبابا بأننا راكين المسيحية المغاربة وخصهم واحد الالتفاة وخصهم واحد الانتيب في بداية التحول من الإسلام إلى المسيحية كانت صعبة كنت تحس بارس تخرج من واحد القاطع كنت تحس بارسك بأن أنت عيش في واحد الهائلة وكنت تعتقد بأن أبديك والأم ودس واحد المودة وعرفت بأن هذا هم أباكم الحقيقيين أنا أعطيت مثال أنت طول حياتك عيش في الإسلام وكنت تعتقد بأنه صحيح فجأة من المقارنة وتفتحتي على أفكار أخرى أعرفت بأنك أنت كنت غالطة فكتكون شوك وصدمة وهوية ديالك تخاف على الهوية ديالك تخاف من المجتمع الذي تنتمي له بالنسبة للقانون بالنسبة للقانون لا يوجد نص قانوني يضمن لنا حرية المعتقد بمعنى لا يوجد هذه الأفخاز حرية المعتقد نحوش قرين بأن أي شخص له الحق في العبادة ولكن من اللي يتكلم على حرية العبادة يتكلم على المغربي كأنه مسلم أو الأجنبي يمكن أن يكون يهودي أو مسيحي أو أي شيء فهو يستثني المغاربة لأن القانون المغاربة دخلهم في خانة الإسلام وبالطريقة اللي يريدون مسلم سني على المذهب المالكي فهو حصر المغاربة القانون حصر المغاربة بأنهم كلهم مسلمين وكلهم على واحد المذهب اللي في الإسلام فقط بالنسبة للحقوق اللي هي يعني لا بد منها حاليا اللي هي مثلا الحرية في العبادة كمسيحيين مشوا الكنيسة ثانيا بالنسبة للدراسة فكين في التعليم كان هناك فرد التربية الإسلامية وزافت المسيحيين ما كيبغوي اولادهم يقررون التربية الإسلامية لأنه أولا تكون اختيارية ما تكونش إجبارية على واحد هو مسيحي الأولاد دياله بجيبرهم على المسيحية وكيمشوا يقررهم التربية الإسلامية وكيف فردوا عليهم يعني إجباري فأنا لا نريد أن تكون هذا التعليم إجباري للأولاد الغير المسلمين